السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم عزيزي الكرام وعزيزي الكريمات فيديو جديد على قناتكم تربويات من أستاذ محمد البخاري وهذا الفيديو سيخص الفروض المرحلة الثانية بالنسبة للمستوى الخامس الموسم الدراسي 2022-2023 مادة التربية الإسلامية اليوم سيدي معكم فرض من فروض التربية الإسلامية بالنسبة للمستوى الخامس بدأوا على بركة الله بوضعيات الانطلاع يوم الجمعة الماضي اغتسلت ولبست ثوبا حسنا ورافقت صديقك لأداء صلاة الجمعة بالمسجد أثناء الخطبة تحدث الإمام عن الأخلاق المذمومة وذكر على الخصوص الغش والتطفيف في الميزان وأثناء الصلاة قرأ الإمام في الركعة الأولى من صورة المطففين من قوله تعالى ويل للمطففين إلى قوله تعالى وما أدرك ماسجين وقرأ في الركعة الثانية من صورة النازعات من قوله تعالى والنازعات غرقا إلى قوله تعالى لمردودون في الحافرة وبعد انقضاء الصلاة عدتما فرحين مسرورين إلى منزليكما إذن هذه الوضعية دي الانطلاق قد نحاول من خلال هذه الوضعية الجواب على الأسئلة المقترحة هنا بعد الوضعية إذن نبدأ بالسؤال الأول قد نكتب ما قرأه الإمام في كل ركعة إذن قد نكتب فيها السؤال نقرأ الإمام في كل ركعة قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين إذن الآية واحد الذين إذا اكتالوا الذين إذا اكتالوا على الناس إذا اكتالوا على الناس يستوفون آية اثنان وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون آية ثلاثة ألا يظن ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون آية أربعة مبعوثون اليوم عظيم آية خمسة يوم يقوم الناس لرب العالمين آية ستة كلا كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين إذن سجين آية سبعة وما أدراك ما سجين آية ثمانية من سورة المطففين إذن أعود نقرأ لكم قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا كتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون مبعوثون اليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين صدق الله العظيم سورة المطففين الآية من الآية الأولى إلى الآية الثامنة ندوز الآن إلى السورة الثانية وهي سورة النازعات يعني اللي قرأها في الركعة الثانية قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا الآية واحد والناشطات والناشطات نشطا الآية اثنان والسابحات سبحا آية الثالثة فالسابقات فالسابقات سبقا آية أربعة فالمدبرات أمرا آية خمسة يوم ترجف الراجفة آية ستة تتبعها الرادفة آية سبعة قلوب يومئذ قلوب يومئذ واجفة يومئذ يومئذ واجفة آية ثمانية أبصارها خاشعة آية تسعة يقولون أن لمردودون في الحافرة آية عشرة إذن نعيد قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أن لمردودون في الحافرة صدق الله مولانا العظيم ندز الآن للسؤال الثاني دائما في فرض التربية الإسلامية لون بنفس اللون العبارة ومعناها إذن سنلونه بنفس اللون العبارة ولمعنى ديلها لدينا ترجف واجفة أساطير لدينا خائفة خرافات وأباطل لدينا تهتز إذن سنخد لسادي الأنوال مثلا الأزرق والأخضر والأحمر إذن كل عبارة سنلونها بنفس اللون ديال المعنى ديالها إن ترجف مثلا لونها بالأحمر ترجف إذن المعنى ديال ترجف معناها تهتز معناها تهتز نعم إذن واجفة واجفة معناها خائفة طبيعة الحال واجفة خائفة لنوجوه خائفة وفي الأخير أساطير أساطير عدنا الأساطير يعني معناها معناها الخرافات معناها الخرافات نعم خرافات وأباطئ إذن ترجف تحتز واجفة خائفة أساطير خرافات وأباطئ سؤال الثالث من بين القيم التالية يضع علامة أمام القيم التي هدان الله تعالى إليها في بداية سورة المطففين إذن في البداية سورة المطففين هي التي كتبناها الفقه الله سبحانه وتعالى هدان إلى بعض القيم واش القيم واش هي الإحسان في الكيل والميزان ولا احترام الوالدين ومساعدة المحتاجين ولا الإيمان بالبعث والتصديق بيوم القيم من طبيعة الحال القيم التي هدان الله تعالى هي القيم ديال الإحسان في الكيل والميزان نعم دوزور سؤال الموالي هو السؤال رقم أربعة من أركان الإيمان الإيمان بملائكة الله الذين خلقهم الله تعالى لوظائف متعددة أذكر أسماء الملائكة المكلفين بالوظائف التالية نعم إذن الوحي من هو الملك المكلف بالوحي من هو الملك المكلف بالأمطار من هو الملك المكلف بالنفخ الصوف ومن هو الملك المكلف بقبض الأرف إذن الوحي هو جبريل عليه السلام جبريل عليه الصلاة والسلام عليه السلام نعم الأمطار أمطار عدنا ميكايل ميكايل عليه السلام النفخ في الصور النفخ في الصور عدنا إسرافيل إسرافيل عليه السلام ثم قبض الروح نعم ملك الموت هو ملك الموت عزرائيل عليه السلام إذن قبض الروح نذكره إذن ملك الموت ملك الموت نعم لهو عزرائيل عليه السلام نعم إذن هدو هما الملائكة كل مكلف بوظيفة معينة سؤال الخامس نمر إلى السؤال الخامس من أداب يوم الجمعة لاختسال قبل الذهاب إلى المسجد نعم إذن من بين الأداب ديال اليوم الجمعة وأننا نغتسلق بالمنشور المسجد رتب أفعال الغسل كما كان يغتسل الرسول عليه الصلاة والسلام إذن عدنا إفاظة الماء على سائر الجساد غسل اليدين تخليل الشعر وضوء الصلاة إذن نبدأ طبيعة الحال برقم واحد وهو غسل اليدين غسل اليدين في المرتبة الأولى إذن هو السلوك الأول الذي كان يبدأ به رسول عليه الصلاة والسلام أثناء الاغتسل نعم غسل اليدين ثم وضوء الصلاة نعم ثم وضوء الصلاة بعد وضوء الصلاة عدنا تخليل الشعر نعم بعد تخليل الشعر إفاظة الماء على سائر الجسد وبهذا يقول قد اغتسل قبل الذهب المسجد أثناء يومي الجمعة نعم إذن أربعة سؤال السادس نمر إلى السؤال السادس سؤال السادس عدنا أثناء الخطبة حث الإمام على اجتناب الغش في جميع المعاملات عبر عن رأيك في من يغش واذكر الجزاء الذي توعده الله تعالى الذين يغشون إذن أثناء الخطبة الإمام قال بأنه يجب اجتناب الغش في جميع المعاملات دينا بنسبة للغش في الميزان الغش في الكلام الغش في في الامتحانات إلى غير ذلك الآن سنحاول نعبره أو نبينه الرأي دينا في الغش وكذلك نبينه جزاء الذي توعد به الله عز وجل الذين يغشون حسر إذن الغش هو سلوك سلوك مذموم نعم يجب وسلوك مذموم يجب اجتنابه إذن هو سلوك مذموم يجب اجتنابه لأن لأن فيه أن فيه ظلم للناس لأن فيه ظلم للناس وجزاء الغشاشين جهنم وجزاء الغشاشين جهنم جهنم خالدين فيها كما قال عز وجل لأن قال تعالى ويل للمطففين ويل للمطففين مطففين معناها الغشاشين آية واحد من سورة المطففين إذن السؤال الموالي نمر له إذن السؤال سبعة أكمل الحديث النبوي التالي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات 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 لا يدخل الجنة قتات إذن لا يدخل الجنة قتات ما معنى القتات القتات والنمام النمام الذي ينقل إذن هو الذي ينقل كلام بعض الناس الناس إلى بعض إلى بعض لإفساد لإفساد العلاقة بينهم إذن الشخص الذي يمشي يوصل الكلام إلى البعض إلى البعض الآخر باش يفسد العلاقة التي بنتهم يسمى القتات وهو النمام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قد تاجه دزل السؤال الثامن والأخير أكمل جدول بما يناسب عدنا الكذيب عدنا الكلمة الطيبة عدنا الظلم الصدق الغدر وساعد المحتاج الغيبة وقراءة القرآن وهنا عدنا ما يهدب الخلق وما يسيء الخلق ما يهدب الخلق قد يبدأ أولا بالكلمة الطيبة نعم الكلمة الطيبة نعم غا تمشينا تبقىنا الكذيب نعم الكذيب الكذيب نعم ما يسيء الخلق عدنا الظلم كذلك الظلم نعم ثم نذهب إلى الصدق الصدق وما يهدب الخلق الصدق نعم ثم الغدر ما يسيء الخلق الخلق عفوا نعم الغدر نعم وساعد المحتاج ما يهدب الخلق وساعد المحتاج نعم ثم غا تمشينا الغيبة الغيبة ما يسيء الخلق الغيبة والغيبة ثم قراءة القرآن هي ما يهدب الخلق قراءة القرآن نعم بهذا غا نكون نكملت الفيديو دياليوم كنتمنى أنكم تزيدوا الدعم وقناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري باش نزيد لكم فيديوهات أخرى وفروض أخرى باش تزيدوا ستفيدوا إن شاء الله معي شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر